قتل شخص واصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار وقع صباح الجمعة في إحدى جامعات ولاية أريزونا الأمريكية الجرحان نقل على الفور إلى المستشفيات لتلقي العلاج فيما أظهرت الجامعة بيانا نشرت فيه إلى أن إطلاق النار جرى في الحرم الجامعي وقد ألقي القبض على الجاني ومن المنتظر أن تدي الشرطة بمزيد من المعلومات عن هذا الحدث الذي يأتي بعد أيام قليلة على فتح مسالح للنار داخل معهد تعلمي في جنوب غرب ولاية أوريغون الأمريكية فقتل تسعة أشخاص وأصاب سبعة آخرين قبل أن تقتله الشرطة برصاصة البيت والأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي سيتوجه هذا الجمعة إلى روزبرغ لمقابلة عائلة ضحايا هذا الحدث